ناقش محافظ محافظة تعز نبيل شمسان مع رئيس مجلس إدارة صندوق سيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس في العاصمة المواقعة عدن أوجه التعاون القائم بين الصندوق وسلطة المحلية في تنفيذ المشاريع الذي يمويله الصندوق في المحافظة وتطرق اللقاء إلى مشروع تربة تعز الجاري تنفيذه حاليا وأهم الأعمال القائمة في سير تنفيذ المشروع لطريق الاستراتيجي الذي يربط محافظة تعز بالعاصمة المواقعة عدن كما وقف اللقاء أمام الصعوبات والمعاوقات التي تواجه مشاريع تأهيل الطرقات في المحافظة وقدم الماس شرحا عن بعض الصعوبات التي تواجه سير الأعمال الخاصة بالمشروع ومحاولة وضع الحلول لها ولكافة الإشكاليات المتعلقة بالمشروع وأكد المحافظ ضرورة بذل مزيد من الجهود في سبيل إنجاز المشاريع من جانب سلطة المحلية بالتعاون مع وزارة الأشغال والصندوق بهدف سرعة الإنجاز وفتح الطرقات أمام المواطنين وكذا تخفيف المعاناة المستمرة التي يواجهونها في التنقل